ماجي بغوصن مرحب فيك بالإمارات النيوز من نورة دبي مرسي تانكيو قيس الشيخ نجيب الفنان المتميز كمان مرحب فيك بالإمارات النيوز شكرا علي أهلا وسهلا وأنا مرحب فيكم كمان خبرونا عن مسلسل جوليا أنتم كنتوا صرتوا أكتر من عمل مجتمعيين مع بعض هلأ جوليا عم ينعرض على أكتر من قناة خبرونا كيف أجواء العمل أجواء كتير حلوة أول شاهدي ثالث تجربة مع قيس جوليا الحمد لله أصدقه كتير حلوة الناس عم بتحبه كتير وعم ينعرض على أكتر من ما حتى أكيد وكتير مبسوطين بردة فعل الناس على جوليا مثل ما قالت ماجي هاي ثالث تجربة بس بيختلف فيها علي أنه نحنا عم نلعب نوع مختلف ولون مختلف عم نلعب بالكوميديا الكوميديا سبق طبعا هو ملعبة لماغي سبق وعملت مجموعة أعمال بالكوميديا وكارت ناشحة فيه وحبته وحبوه الجمهور فيه أنا بالنسبة لي هذا النوع جديد سبق وعملنا أنا وإياها ثنائية بياريت الناس حبتها كتير الرومانسية علاقة الحب بالدراما هلأ عم نلعب بملعب جديد اللي هو الكوميديا واللي فيه رومانس ونفس الوقت فيه ضحكة الانطباعات لحد الآن كويسة الناس يعني جماهيريا المسلسل عامل صدق الحمد لله كويس بالمحطات اللي عم يحضروه الناس والناس يعني عم يحبونا مع بعض ما هيك ماجي وان بتحسي حالك أكتر بتاعتي بالكوميديا والله بالترجيديا أنا بحب اثنين بحب الكوميدي وحب الترجيدي الكوميدي أصعب كتير من الترجيدي لأنه بده طاقة كبيرة وبده مجهود كبيرة بس عم حس انه الناس عم بيطالبوني مؤخرا بالكوميدي يمكن لأنه فيه قليل أعمال كوميدي ترجيدي فيه كتير مرسي يعني ما بدي أقول عن حالي بس انه انت يعني أنا ببلش انت كملك قايس انت ما بتحس انه قايس شو مهدوم بالكوميدي دكتور عاصي طبيب النفسي المجنون يلي بيعالج المرضى بطريقة مش تقلدية أبدا فهيدي أول تجربة لقيس بالكوميدي عن جد رائع شكرا كيف حسيت في صعوبة بأداء الكوميديا عندك يمكن الجدية يمكن بتكون أسهل الكوميديا من أصعب أنواع التمثيل صدقني أنك أنت تعمل ضحكة تخلي الناس تضحك وفعلا من قلبها هذا كتير صعب الممثل الشاطر دراميا فيك تخلي الناس تبكي إذا أنت يعني أي حدا فين يبكي على الشاشة بس أنك ترسم بسمة وتخلي الناس تضحك هذا شيء منه سهل الكوميديا من أصعب أنواع الأداء لأي ممثل في العالم أنا مبسط بالتجربة وفعلا كان بالنسبة إليه مغامرة ودخلت فيها للأقصى والحمد لله النتائج لحد الآن منيحة في ناس علوا ريتشي على السوشيال ميديا عم بقولوا أنه مجيب وغصن عم بتكرر حالها بهذه الأدوار إذا بتعرف فكرة المسلسل للناس يلي عم بتقول هيدا الشيء أول شي هنا عشر كاركترات عم بلعبهم بالمسلسل كل كاركتر مختلف عن التاني عندك الرئاسة عندك الرومانسية الحرامية الحسن صبي واتباعا للكاركترات اللي ما بدي يعني احكي عنا بعد ما نزلت في عشر كاركترات كأنهم عشر مسلسلات فمستحيل يكون في تكرار هم بتحضروا شي هلأ فيه شي تحضير أفلام خصوصا ما شاء الله يعني أنا عاشتوا الدراما اللبنانية من خلال الأفلام اللي عم تعملوها فيه شي جديد عم بتحضروا له هلأ حاليا أنا حاليا لا هلأ نحنا خلصنا التصوير من كم يوم تقريبا مسلسل ما صلنا زمان وعم نستمتع بالعرض يعني مع الجمهور والمشاريع الجاي لسه يعني عم نحكي بأشياء بس ما في شي تعرف رمضان هلأ لسه العرض المسلسلات وبجاي الصيف لحتى يبين المشاريع المستقبلية بالنسبة مزبوته أنا نفس الشي لأنه بعدنا مثل ما بيقول قيس من كم يوم خالصين وبعدنا في عنا دوبلاج وفي يعني بتحسنا بعدنا مشغولين العمليات الفنية ما خلصت بعدنا مشغولين بالمسلسل فلازم بريك طويلة قبل ما فكر بمشروع جديد حضرتي ندين نسيب جامبي الطريق شو رأيك؟ لأنه ما قدر التابع لأنه قلتلك من يومين ثلاثة خلصنا تصوير فإن شاء الله من هلأ قريح بقدر أرجع تابع كل الأعمال لأن بحب تابع كل الأعمال في أعمال معينة شدتك أو شي حبيتي؟ عم بحضر تانجو وليالي أوجيني حاليا ما عم بقدر لحقه كتير مسلسلات تانية بس كل المسلسلات بحب أحضرها لأنه بحب شوف مجهوده وتعب كل الزملاء قيس شو عم تحضر؟ عم حاول تابع لك من كل شي شي بس فعلا يعني اللي عم تقوله ما يجي أنا بوافقة ما أنا ش برأيي لحد الآن مسلسل تانجو أنا كمتزوق أو بهاي المهنة هو من أكتر المسلسلات اللي عم يشدني من الناحية الفنية من النص للأخراج للأداء للتمثيل للكاميرا للموسيقى لكل شي وليالي أوجيني مو لأنه إنتاج لإيقل فيلمز يعني لأنه هلأ بجوزة تقول للناس إنه عم نحكي عن إنتاج إيقل فيلمز نحن نعطي رأينا بكل شي في فيه بس حقيقة إنه إيقل فيلمز عم تعمل كل سنة أعمال فنية مستوى عالية جدا يعني ما فيك تقول جراند أوتيل راح أخدوته الناتفلكس الأعمال اللي عم تعملها فعلا إيقل فيلمزي أعمال سوية فنية عالية جدا عم تابع ليالي أوجيني عم تابع تانجو شفت شوي من طريق شفت شوي من الهيبة شفت يعني مجموعتك أعمال سورية مفوضة بس ما فيك تشكل لسه انطباع لستاتنا بأول رمضان نحن شو رأيك في تايم حسن بالهيبة هادي السنة؟ من أي ناحية؟ أنا منعرفك إنه إنت صريح بتحكي يعني في تايم حسن وفي عابد فهد يعني زو ما لأك من سوريا كيف شفتهم بأدوار الناس؟ يعني ليك هنه ممثلين إلون تاريخهم وبتعرف أنت يعني وعملين أعمال كتير سابقة وبطولات كتير كبيرة قبل هلا أنا ليك بالنسبة إلي موضوع مسلسلة الهيبة هو يعني أنا ما بيجذبني يعني أنا كمشاهد عرفت شو قصدي الموضوع عم بحكي عن موضوع تسويق للعنف ولل شبعنا عنف ودم ببلادنا العربية يعني بحس إنه لازم بقى نروح من بعد على هاي المواضيع هو كممثل ممثل شاطر تايم ما فيه اتنين يختلفوا عنه إنه هو ممثل شاطر وموهوب بيعطي كل شخصية حقه يعني عابد فهد عم يلعب بمنطقة جديدة بطريق بس كما ما فيني أحكم كتير شفت كم حلقة عليه بدك تشوف الشخصية وتطوراتها يعني أنت لو عتشوف الممثل شو عامل بدك تشوفه بكل حالاته بس هو عم يعمل شي مهضوم يعني بشكل عام سبعا تعرضت لانتقاد لأنك عطيت رأيك بزميلتك نسرين طافش ما صرت بتخاف إنك تعطي رأيك بأي شيء؟ أنا ما أعطيت رأيي فيها كممثلة موضوع ما بدي أحكي فيه كتير أنا نسألت فعلا قالوا لي أنه أنه هي كانت بتغني ما كنت بمأهو أنا بعرفها ممثلة وقلت إنه هي ممثلة جيدة هي عم تلعب بمجال تاني يعني ما كتير بدي أحكي بالموضوع الموضوع يعني شو بدي إقللك أخذ حجمه أكتر ما بيستاهل أنا حكيت عنك ما كنت بعرف إنه هي مغنية حكيت إنه هي ممثلة جيدة طيب ما أجي من نجمة لبنان الأولى هلأ بالدراما؟ كل الممثلات نجمات ما في نجمة أولى ونجمة عشرة ونجمة خمسة أنا دايما أقول السماء كبيرة بتسع نجوم كبار نجوم كتار نحنا ما لنا بعملية حسابية واحد زائد واحد بيعملوا اتنين كل ممثلة إلى جمهورة وإلى ميزاتها وإلى حلوتها وإلى الناس اللي بيحبوها فالكل يعطيون ألف عافية كيف بتقضي شهر رمضان؟ إذا إنت أزبك تقل لي إنه أنا أنا ما عندي مشكلة إذا إنت أزبك تقول إنه أنا يعني ما شروع إي عم بمزح إنتي فنانة مميزة وإي عم بمزح إي عم بمزح كيف بتقضي شهر رمضان؟ بصومة أول شي؟ حسب يعني أوقات بصومة أوقات ما بقدر إذا في تصوير وهي بقضي شهر رمضان يعني بيدخل شهر رمضان يكون بعدها مخلص تصوير بس كمين أنا بحب شهر رمضان بحب حضر إفطار بالبيت دايما بأول رمضان الإفطارات بتكون بالبيت بعدين بآخر الشهر الفاضيل منصير نظهر مع الأصدقاء والأصحاب أتمنى لكم كل التوفيق يا رب مرسي شكرا شكرا يا عادي شكرا لحبيبي